انتو متاسمون في تسعين دقيقة جاني لكم مرحبكم الناس الكل خليولنا اسألتكم على الباشغة جوافهم على الفيسبوك لنقب صحفين محمد ياسين جلاسي مرحبكم مرة اخرى باش نسمعو سؤال شاكيب الدرويش تعرف انو اللي كونيكو غي غادرونا في ساعة ثانية ما خليوا سؤالتهم نسمو شاكيب درويش شنو حبيسلك معرش محمد ياسين ولا مهدي جلاسي كما ترى يتقال انو التصويت الخراني هو التصويت عقابي على المكتب التنفيذي على اساسة نقدم السياسي برشا على ما هو اجتماعي وانت كنت في المكتب التنفيذي اللي متخلي على ما شملتكش ولا ما شملكش التصويت العقابي هذي في تقديرك هل يمكن لنقيب الصحفيين ان يكون بمعزل عن السياسة وعن الشأن الاجتماعي وهل تعتقد الكلام اللي كان يقول فيه شاكيب انو صار انو تصويت عقابي ضد المكتب التنفيذي الفارق اللي انتو كنت فيه دايير على خطر الدخل برشا في شأن السياسة لا ما نتصورش تحيئة شكية بساعة ما نتصورش لو كان التصويت العقابي سنوع ما كنتش شكور انا موجود وما كانوش الزملاء اللي طلعوا في المكتب التنفيذي متجاووا لي انا موتوا واختاروني بالاجماع متما حتى مراشح اخر لمهمة رئيس النقابة ما كانش عقابي التصويت هذا كان مختلف معتا كان متنوع تصويت دخل فيه معتا المعطى الجيل اللي قدروا الصحفين انو لازموا ياخوا مكانوا في النقابة صوتوا ايضا الاستمرارية لانو المكتب السابق خدموا على برشا ملفات وتصويت ليا انا خاصة انو الفوزية زميلتي اللي احنا كنا في المكتب السابق كان تصويت للاستمرارية لانو قدمنا برشا ملفات ملفات هذه الحاجة الأولى الحاجة الثانية انو المسألة متاع السياسة بمعنى شو فانا اقول الشأن العام ما لازمش تكون اه بعيد عليه لانو النقابة الوطنية وحتى في قانونها الاساسي ونظامها الداخلي نقابة الصحفين تدافع عن الصحفين وحقوقهم المهنية والاجتماعية والاقتصادية هذا دورها الاساسي لكنها معنية ايضا بالدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة والحريات الفردية الدفاع عن النظام الديمقراطي الدفاع عن السيادة الوطنية الانتصار لقضايا التحرر في كل العالم يعني لما نكتبنا بيان مثلا مساند الحق الفلسطيني مجيش حد يقول لي فاشتعمل لا هذا كدور النقابات ودور النقابات في كل العالم هي التضامن مwegen إذا لا نتضامن مع بعضنا ولا نتضامن من أجل قضايا الحريات والناس اللي منتهك حقوقها ولننتضامن مع الشعوب المتهداء واللي تتعرض بالإحتلال الاضافها ليحلتني على القضايا الكونية ليحطي ليحطي في تونس ل Schön y Young لما قضايا متعلقة بالشأن العام قضايا متعلقة بالحريات قضايا مثلا يلوموا فينا على تقرير لجنة الحريات لحكاية مثلا على قضايا مساوية بين المرأة والرجل قضايا حقوق المرأة وما إلى ذلك أحنا سندناها في المكتب السابق ولو يتعاود نفسه ظروف مرة أخرى باش نعاود ونساعدوا التقرير هذا لأن الحريات الفردية جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان ونحن نمنب بالشيء هذا أحنا ما تخلناش في محاور سياسية بل كانت دائما مع تتحركاتنا تمشي مع مسلحة الصحفيين لما خذنا التحرك ضد وقت حكومة يوسف الشهد كان وقتها اعتداءات كبرى على الصحفيين واعتداءات غير ممكن أن نقبلوا بها يعني هذه كتابة كل مرأة لا تتلقى مبرمة تاحها لما تحركنا أعلن الأضراب العام وبعض أجلناها لأن وقتها الحكومة استجابت كانت من أجل حقوق الصحفيين الملدية وحكاية الاتفاقية الإطارية المشتركة نمشي للسؤال تارق الكحلوي دعم نعفو مهدي دعم نعفو مهدي